لم يجدوا آثاراً لهم، فرحوا يسرقون آثار غيرهم، صهينة سرقوا الأرض، وبعدها خططوا لسرقة الثقافة من أصحابها لينسبوها إليهم، لكن العالم يدرك جيداً أنها سرقات لا تسمن ولا تغني من جوع، ففلسطين معروفة حدودها وتاريخها ثابت، ثبات المرابطين في الأقصى. الخواء الثقافي والتراثي لدى الاحتلال الصهيوني، وغياب التجذر الحضري له في أرض فلسطين، جعله يبحث عن مبررات لوجوده في أرض ليست له في الأساس، أرض تحوي أقدم المدن في التاريخ لتروي حكايات الكنعانيين. المدارس التاريخية الفلسطينية والمواقع الأثرية هناك تحولت منذ عقود إلى مدارس توراتية ومراكز أمنية، من بينها مدحف الأثار الفلسطينية في القدس المحتلة، مخططات هندسها الاحتلال بقناعته الصهيونية القائمة على النهب والسلب الممنهج. الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، معلمان فلسطينيان، أصبحا اليوم في قائمة التراث الإسرائيلي، ضمن خطة أطلقها رئيس الاحتلال العام 2010، من أجل ضم 150 معلم ديني فلسطيني، منها أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، إسرائيل، كيان لطالما سرق الثقافة والتراث والموسيقى والطعام من أهله، كيان يصر على الاستلاء على الثقافة الفلسطينية، ليدعي أنه دولة، غير أنه عصابة لصوص، مصيرهم حتماً، الزوال.